إذن سيدي عند الحديث عن هذه التحديات العسكرية والسياسية وأيضا التفاوض الذي تم نتحدث عن 22 عاما على استرداد سينة ولكن هذا التنصيق المسبق لإسترداد سينة تطلب الكثير من الجهود التي قامت ولكن عند الحديث أيضا عن المشاركة العربية باسترداد سينة وحرب أكتوبر تحديدا كيف كانت في تلك الفترة؟ هو لكي نكون صرحاء مع النفس ونتحدث على أرض الوقت كانت الأمنيات لدينا كلنا قعرب أن إحنا كيف نستطيع أن نستعيد تاني الأرض والكرامة يعني ده كان هدف للكل ولكن الظروف والإمكانيات اللي كانت في ذلك الوقت عشان نبقى فاهمين الوضع إزاي عشان ما نتحدثي إلا على أرض الوقت كان القواتين العظميين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي لاتنين في مرحلة أطلقوا عليها مرحلة الوفاق أي أن الجانبين مش هيجعلوا أي موقف يجعلهم يحصل نوع من الإيه؟ المواجهة ما بين الطرفين فكان الاتنين استراتيجيتهم ورؤيتهم لإدارة الأزمة دي أن كيف تستمر حالة اللاسلم واللاحر الانطباع ده تأثرنا بيه كعرف وبحيث أصبح نقول إيه؟ كان عشان طب إحنا نعمل إيه؟ مثل هما ما فيش إمكانيات وقدرات وما فيش حد لا سياسياً بيحاول يحل ولا عسكرياً بيحاول يحل نفسنا نحن نحقق الهدف ده ولكن هذا الهدف هل ممكن يتحقق بدون قدرات وإمكانيات ولا محتاج قدرات وإمكانيات فكان الكل الحقيقة لديه الرغبة في أن إحنا كيف نحقق الهدف ولكن الإمكانيات المتاحة كانت ما حدث وبالتالي اتحط بقى المخطط بحيث نقول إيه؟ كيف نستطيع ككل كل منا طبقاً لقدرات وإيه؟ وإمكانياته كيف يساهم في تحقيق هذا الهدف اللي كان بيساهم سياسياً كان بيساهم سياسياً اللي بيساهم مادياً أو اقتصادياً كان بيساهم مادياً واقتصادياً اللي كان بيساهم عسكرياً لديه القدرة المساهمة العسكرياً كان بيساهم عسكرياً إذن الكل كان لديه الرغبة في تحقيق الهدف ولكن كله كان بيشارك تبقاً للإيه؟ للقدرات المتاحة له وبعتقد أن كان فيه تصور من الدول التي يمكن أن تساهم في هذا البعض بكل أبعاده كان عندنا السعودية وعندنا العراق وعندنا الكويت وبعدين عندنا ليبيا وعندنا الجزائر وعندنا المغرب وعندنا السودان يعني كان هناك طبعاً الجانب الفلسطيني والأردن والجانب الفلسطيني فكل طبقاً لظروفه وإمكانياته عاونة كان يساعد كان يساعد سياسياً ومادياً وعسكرياً أكيد الحقيقة أنا يعني بيحضرني في هذه الجلسة دايماً الاحتفاء بأكتوبر فيه كده نشوة النصر دائماً تعود حتى وإن كنا لم نعش هذه اللحظات ولكن هي أجيال تعقبت أولاً على يعني أجيال حققت الملحمة وأجيال كمان تعقبت الاحتفاء بالنصر إن مصر تعيش في سلام لو بصينا على خريطة العالم الآن وخاصة خريطة يعني الدول العربية ومشاكل بعض بلداننا العربية اللي بتحاول النهوض فإحنا أكيد نحمد ربنا إنه قدرنا على الأقل إن مصر تقف على رجليها وتعدي وترجع أرضها علشان تقدر تبقى كمان موجودة بجنب باقي دول العربية في سلام وأمان